برنامج بلندر واحد من افضل برامج انشاء او فتح ملفات سلسلات الابعاد 3D اللي بيستخدم في طبع سلسلات الابعاد وتطوير الاعب العب كمان بالاضافة الخاصية جميلة جدا وهي استيراد الخرائط بكل طبقتها من بعض المصادر زي OpenStreetMap OSM والGoogle Earth والBingMap وغيرها الكثير واللي هنستخدمها النهاردة في استيراد طبقة ارتفاع المباني لأي مكان في العالم وهسيب لكم رابط تحميل برنامج بلندر اسفل الفيديو واليوم كمان هنتكلم عن اضافة جميلة جدا وهي بلندر GIS بلندر GIS ممكن تحميلها من خلال موقع الجيت هاب وكمان من غير ما تسجله في الموقع وهسيب لكم رابط تحميل اداء اسفل الفيديو عشان نثبت الاداء على برنامج بلندر هنروح لبرنامج بلندر ومن قايمة Edit هنروح ل Preference وبعدين هنضغط على تبويب Add-Ons ثم نضغط على Install وبعد كده هنروح للمصار اللي حملناه اللي حملنا فيه اداء البلندر GIS وبنحدد الملف المضغوط ونضغط على Install Add-Ons كمان بنحدد الاداء مرة اخرى لمراجعة بعض الخصائص الاداء واهمها الكاش فولدر بنروح للكاش فولدر ويفضل ان نعطيه مصار لبرتشن فيه مساحة على الهرد دلوقتي احنا حملنا الاداء ودلوقتي الاداء جهزة للعمل وبنلاحظ ان الاداء نزلت كمان اعلى من مساحة العمل في برنامج البلندر وبنروح نضغط عليه ونختار نضغط على الـ GIS وبنختار Web Geo Data ومنها بنختار احد الخيارات التالية اهمها الـ Base Map وممكن كمان نختار من قائمة Source OpenStreetMap او جوجل ماب او بنج ماب وممكن كمان من قائمة Layer نختار ياما الساتيلايت ياما المابس وبعدها نقول له اوكي هنا بيحمل لنا الخرائط اللي هي الجوجل ساتيلايت وبنقدر نعمل تكبير على المنطقة اللي محتاجين استرطط طبقة ارتفاعات المباني لها عايز اقول ملحوظة مهمة ان جوجل بتغطي الموضل القبرى فقط بطبقة ارتفاعات المباني نرجع تاني للأداة وممكن نبحث باسم المدينة معينة واللي يكون على سبيل المثال مدينة لندن وبنختار جزء من المدينة او حي معين احنا عارفينه وبنضغط من الكيبورد على حرف الاي اللي بيعمل استقطاع للمنطقة اللي احنا مقبرين الشاشة عليها وبنقوم بايمانة الشكل عشان ياخد البعد الثالث ممكن ايضا نفتح طبقة SRTM ليعطاء المنطقة التدرس الطبيعي لها كمان بنقدر نتحكم بالشكل ببكرة الموس مع الضغط على shift بالتحريك يمين وشمال وفوق وضحت كمان ممكن نضغط على control للتحكم في استدارة الشكل دلوقتي يجي دور ان احنا نحمل خرائط OpenStreetMap فنروح للاداء مرة اخرى لجي اي اس وبنضغط على get osm او openStreetMap وبنحدد كل الطبقات المتاحة وخاصة الطبقة اللي احنا اتهمنا اللي هي طبقة البلدنج وكمان ما تنساش ان احنا نعمل تشك على مربع الالفيشن ثم نضغط اوكي دلوقتي بيقوم البرنامج بتحميل الطبقات على مصار الكاش اللي سبق ان احنا حددناه من البداية قد يستغر التحميل بعض الوقت استغر التحميل من 10 الى 15 دقيقة حسب سرعة الانترنت رجعنا لكم ثاني واخيرا ظهرت الخريطة بكل طبقاتها ويمكن دلوقتي تحديد كل طبقة على حدة من خلال خانة scene collection اعلى يميني البرنامج ويمكن تحريط الخريطة بمختلف الاتجاهات تتأكد بان هناك تباين في الارتفاعات لكل المباني اللي تتم استراضها كمان بنقدر نتحكم بالشكل ببكرة الموس مع الضغط على shift بالتحريك يمين وشمال وفوق وطاحت كمان ممكن نضغط على control لتحكم في استدارة الشكل موسيقى 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 اتمنى يكون الشرحة عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة شكرا جزينا موسيقى موسيقى موسيقى